عدة كان العراق ممرا ثانويا ونقطة عبور هامشية في مسارة تجارة المخدرات الدولية إلا أنه خلال العقدين الأخيرين وصل تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها إلى آفاق غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع العراقي يؤكد محمد الذي كان يتعاطي يوميا نحو عشر حبات من مخدر الكيبتاغون على مدى سبع سنوات أن الحبة التي يبلغ ثمنها دولارين منتشرة في كل مكان في البلاد وأن الحصول عليها سهل جدا أنا سأل سبع سنوات أعطى هذه المادة والمادة التي أعطها كيف تاجرون نوع صفر واحد أجيبها من واحد تاجر يعني والسعرها هذه بثلاثة آلاف في الوحدة ومنتشرة يعني ما تنقطع يعني منتشرة بسهولة وإدراكا من الحكومة لخطورة آفة الإدمان على المخدرات فتحت ثلاثة مراكز لإعادة التأهيل في محافظات الأنبار وكركوك والنجف لاستقبال المدمنين الذين توقفهم السلطات الأمنية مع عزمها فتح مراكز مماثلة في باقي المحافظات تم القاء القبض خلال هذه الفترة على عشرة آلاف متهم بجريمة المخدرات وضبط كميات كبيرة ما يقارب 500 كيلوغرام من المواد المخدرة بمختلف الأنواع وضبط ما يقارب عشرة مليون حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى وبعد أن تحولت البلاد من ممر للمخدرات نحو دول أخرى إلى سوق لاستهلاكها أيضا بات العراق يشن حربا شبه يومية على هذه الآفة التي لا تقود الشباب إلا إلى السجن أو إلى الموت